أعزائي مشاهير الكورة بلاس في كل مكان النهاردة بنرجع للكاس مصر والشغل المحلي أو الدور المحلي الكورة المحلية مع أجواء كاس العالم بنرجع للكورة المحلية النهاردة النهاردة عندنا مباراة الزمالك والمصري الدور 8 كاس مصر هناخد بعض الحياة تحكمية مع بعض ونحللها ونشوفها مع بعض هنمدى في الديئة 37 وفيه اشتباك حصل بين لعبة الناد الزمالك واللعبة الناد المصري وطبعا الاشتباك ده بلو أي منظر بحال الأحوال بنقول ننصح الحكام لازم نخرج باتنين من كلا الفريقين ليتعاكبوا وبالتالي الاشتباك ده حصل بين اتنين اللعبة أكتر اتنين اشتباكوا مع بعض أو عمل المشكلة جواهم الحكم وانظار للاتنين اللعبة وتصرف سليم من حاكم مباراة وقرار سليم من عبد عزيز السيد حاكم مباراة وتصرف صح ماينفعش في الحالة دي يحصل الاشتباك ده كله ونخرج بنتكلم كلمتين لا لازم نخرج بكارتين أو بكارت على قال كارت أصفر للي سبب المشكلة هو ده للاتنين سبب المشكلة انظار وانظار وقرار سليم الحالة التانية هي حالة المباراة هدف الزمالك الملغي اللعبة دي كان فيها حالتين اتنين أو فيها لمستين اتنين اللي شطر القرى من بره واللمسة الداخلية من لعب الزمالك اللي جوه وبالتالي عندنا لحظتين لمس القرى الفار لما يدخل أو الفار لما يشوف يعمل خط على اللمسة الأخيرة هي دي اللعبة الجديدة أو اللعبة الأخيرة ده المشكلة في اللعبة تقول لها انت تتحدد أني لعبة اللي ممكن نقيس عليها هو لما قاس لما حسب اللقطة حسبها من هنا من اللمسة دي لكن في هنا في لمسة جوه منطقة الجزاء لمسة جوه منطقة الجزاء في اللمسة دي ما فيش فيها تسلل هنشوف الخط مع بعض هو حسب الخط على اللمسة الأولينية لكن اللمسة التانية من هنا ما فيش تسلل وبالتالي هدف صحيح تم إلغاؤه لنادي الزمالك مش كسة خط خالص ولا كسة الخط غلط الخط صح لكن هو رسم الخط في لحظة لمس الشوطة من خارج منطقة الجزاء لكن الخط كان يترسم من لمس لعب الزمالك اللي جوا منطقة الجزاء في لحظة اللمس دي لعب الزمالك اللي جوا منطقة الجزاء لعب الزمالك العشور موجود في موقف سليم مش تسلل وبالتالي هدف صحيح تم إلغاؤه عن طريق خطأ عن طريق تقنية الفر اللقطة اللي بعد كده انذار مستحق للاعب الناد المصري التهور واضح وقرار صحيم الحاكم المباراة انذار مستحق دخول بالمنظر ده وبالصورة دي فيه تهور وفيه مسك من لاعب النادي المصري وقرار صحيم الحاكم المباراة اللقطة الأخيرة بنتكلم فيها برضو فيه تهور موجود اللقطة دي كان في النازة بتتكلم على كارتة أحمر هي انذار صحيح وأقصى درجات التهور وانذار مستحق من حاكم المباراة للاعب النادي المصري هدف الزمالك اللي جاء شوفوا تتدخل بالمنظر ده هنتكلم عن هدف الزمالك اللي جاء هدف الزمالك اللي تم إحرازه هدف صحيح عندنا بس خطأ في المباراة اللي هو إلغاء هدف الزمالك اللي تم إلغاؤه عن طريق تقنية الفر بالنسبة للتسلل خطأ مش مؤثر عندك المباراة وده الأهم في التحكيم في المباراة دي دي كل حاجة عندنا نارض في التحكيم شكرا لكم السلام عليكم